اشتركوا في القناة الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين المجلس كذلك كافة منتسب هذا الصرح الدفاعي الشامخ الذي وصل بفضل الرعاية الملكية السامية الى الجاهزية التي تعزز دوره في الدفاع عن الوطن وحفظ استقراره ثم استعرض مجلس الوزراء مسجدات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر واكد المجلس ان النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مواجهة الفيروس كان مرتكزها الالتزام بالاجراءات وعدم التهون في تطبيقها وان الواجب الوطني والمجتمعي يستلزم من فريق البحرين من مواطنين ومقيمين الاطلاع بمسؤولياتهم لحماية الوطن منه عبر تطبيق الاجراءات على انفسهم وعلى محيطهم الاسري والمجتمعي بدرجة اعلى من الالتزام والمبادرة باخذ التطعيم المضاد للفيروس ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر ما يلي اولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قوائم الارهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الامن بشأن منع وقمع الارهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويلها اثنان مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن قواعد واجراءات تغيير الكيان القانوني للاندية الرياضية الى شركات تجارية وانشاء لجنة للاشراف على ذلك ثلاثة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة المالية والاقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة ومن ابرزها تكفل صندوق العمل تمكين بدفع خمسين بالمئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص الذي لا يزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب جائحة كورونا لمدة ثلاثة اشهر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم استمرارية الاعمال وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة ثلاثة اشهر بدءا من يناير 2021 وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة ثلاثة اشهر بدءا من يناير 2021 أربعة مذكرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية بشأن إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030 والتي تستهدف ضمان إدارة الفاعلة والآمنة لقطاع المياه لدعم التنمية المستدامة بالمملكة عبر تحقيق ثلاثين وثلاثين مبادرة خمسة مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن تعزيز إسهامات الكوادر الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية من خلال تمثيل المملكة في هذه المنظمات ستة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر